اخر ملف او اخر موضوع بدي ابحثه معاك معادي الوزير هو وزارة الخارجية شو المشاريع الحالية تشكيلات ديبلوماسية تعيين السفرة وين صار هالملف التشكيلات هي تعيين السفرة مش هيك مشين فيه انا بعتد قريبا بصير فيني هالجمعة مبلش بلك تعمل استشارات مش انت بتعملون بتروح انا هيك بدي لا بتعمل استشارات مع القوة الموجودة بالبرلمان وبالحكومة رح بلش باستشارات هالأسبوع ما بعرف اذا من هي بس هيدا بدي مجلس وزارة بالاخير فالهيك مع وقت مشين هالناحية هدي بس اللوائح موجودة وخاصة يعني اقتراح الأسماء موجودة عندك تقريبا قديش فيه أسماء لهالتشكيلات بشكل تقريبا ما عدله بس بيطلعوا في حوالي 40 بين سفراء هايدي بس ايه سفراء وأناصل عامين وأناصل عامين اوكي اه بالنسبة لل يعني في مشكلة العلاقة بال يعني انا تلقيت العديد من الاسئلة اللي اللي علاقة بالأناصل وبالمردود المادي كمان يعني انه شو هاي المشكلة وشو انا عم ندرس اول شي علينا تعرف كانت بالليرة الليبنانية وترجموها هونيك بالدولار الرسوم بالخارج للوكالات للفياز لكذا عليناها كنا بطريقة انه بتعطينا شي سمعة مليون دولار بالسنة اوكي عم ننظر هلأ بقضية حتى اغفال بعض الصفرات هايدي بالخارجية بس ما حدا بدي شوف اذا هايدي فيزبل اذا هايدي معقولة انه نعملها وال والاناصل العامة اذا شو المرجود منها شو التكلفة عنها هل عندها دور سياسي هل كذا كل هالاشياء هايدي ما نحطها كلها ما رح سمي بلدان ولا شي رح نحطها مع بعض بدراسة وازل اناها نحنا بوساطة خارجية انه في وفر منيح نرفع على مجلس الوزراء للموافقة اهه في كم اه في كمان الجور الدبلوماسيين بالخارج نعم كذلك الامر هايدي بده موافقة مجلس الوزراء هايدي عم نرفع عم ناخد تكلفة المعيشة حسب الامم المتحدة ونحطها كمان بطريقة مقبولة اه للدبلوماسيين لبنانيين هلا الدبلوماسيين لبنانيين بتبين انه مثلا جرطن عالي بس هني بالحقيقة عم بيدفعوا كل شي برا مش متل البقية الدبلوماسيين يعني هني بده جيبوا ضمان صحي هني بده جيبوا اجاب بدي ازا بتكون بالخاصة انت بدك تعزم على الغداء او على العشاء او طعم وكذا فالهيك فيه تكلفة اوية عليهم وهني بدي يدفعوا عولادهم بينما بتلاقي كل غير مدفوع كله في عندي كتير اسئلة من جمعية الطلاب في الخارج يعني مثلا انه شؤون الطلاب في الخارج ومئات الطلاب خسروا جامعاتهم بسبب الوضع الاقتصادي والاهمال من الدولة ويعني هل في دور لالكون بالنسبة في دور صغير اي شو هل امنا اهمال من الدولة اذا واحد راح يتعلم بالخارج هيدي حر هو يعني مش الدولة الا اذا كانت الدولة بعتته بصير هدي اهمال من الدولة لكن عنده اجتماع هالاسبوع مع وزير التربية اه الوزير عباس حلب عباس الحلب فيه عنا تمانمية من مئة وتسعمية الف ما بعرف حولي قريبة واجهنا شي من بره اقل من المليون بشوية دولار عم نعمل فورميل حتى نوزعهم حتى نوزعهم على الطلاب المحتاجين بالخارج المحتاجين تكملوا علمهم بالخارج وفيه طلاب بالداخل محتاجين كمان طبعا يعني مش بس بالخارج هدي داخلوا بالخارج اجتها بصاري مشان هيك شي اه يعني ايدا المبلغ اه اه وصل في اه اه لا للطلاب يلي خارج لبنان اي ازا في ازا فيه مستجمع هادي من بتمدد العمر وكيفية على اي معايير او مقيس اعتماد على اي صحيح اه في كمانا سؤال تحت اختم موضوع التشكيلات والموضوع الخارجي مدير عام وزارة الخارجي السفيرش مايطلة اه واللغط يلي اثير حوالي اه وعند التسلم والتسليم والمشكلة اللي صارت مع الوزير السيدة زانا عكر هل السفيرش مايطلة سيتم تشكيله الى الخارج ام سيبقى في منصبه ليك اه مراح اقول ايه يا ملاء بس اقل لك انه السفيرش مايطلة صار له اربع سنين اه اكتر من اربع سنين بمركزه ونحن هو سفير نعم مش جاي من خارج الملك يعني بتذكر انت انا بتذكر بعد الكنت انا سفير كان اله كان السفير فوق الترك امين عام نعم بعد اربع سنين بالاخر تبادل هو والامير فاروق ابل لمع اللي كان سفير ببريس ليه لان بتعب هلا هو وقت انه يظهر يروح على سفارة مش انه يرتاح فيها يشتغل عمل دقواميسي من السفارة بس هيدي العملية هادي هادي تشكلات بتصير دايما باليه بحدى اخد اه يعني هيدا عملية طبيعية يعني بعد أربع سنين يتشكل الخارج هيدا المنصب للطائف السنية وبيضل للطائف السنية مش إنه حدا مريد يخداب حدا مريد يقول لا يعني قد بيتشكل على الخارج وبيجي حدا غيره من نفس الطائف يعني صح صح معاودي إيه معاودي لا مش عابلك أنا دفنت لي يعني خلص حتما بدي أرجع بس تعقيبا على موضوع ترسيم الحدود لأنه في مصادر مقربة من الوفد المفاوض تقول لقناة الجديد أنه الخط 29 هو خط قانوني وأنه خط تفاوضي ولكن الوفد مقتنع بأنه سوف يحصل على أكثر من 860 كم مربع وليس فقط هذه المساحة كما يهم التأكيد أنه يجب المطالبة بأكثر من 860 كم مربع لحماية حق القانة حماية حق القانة هذه مضموطة نعم أكثر أقل ما بلشتوا فاوضات فيها العملية نعم لأنه نحن على الأقل على الأقل 68 كم مربع نعم وهي دي أنا الرئيس مئاتي أقلونيها للوفد يعني نعم أنه ما منرضى أقل وبعدين منهم ولكن يبدو أنه الوفد مقتنع بأنه رح يحصل على أكثر من 860 كم مربع وخاصة أنه لحماية حق القانة إن شاء الله نعم 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 اشتركوا في القناة